تعد هواية اقتناء وتعديل السيارات الكلاسيكية هواية لقيت رواجا كبيرا في الوقت الحالي من خلال الاهتمام بجميع التفاصيل وأدقها الزميل فيصل حسين زار أحد المهتمين بالاهتمام بتفاصيل تطبيط السيارات الكلاسيكية ووفنا بالتقرير التالي بدايات وشغف واهتمام بكل التفاصيل ولمسات إبداعية سعى فيها نايف الجاسم لإحياء السيارات الكلاسيكية في علاقة حب بينه وبينها فمتى كانت بدايته في تعديل هذا النوع من السيارات؟ الهواية هذه بدأت معي من قبل 6 سنوات تقريبا طبعا بشكل شخصي من غير أي دعم من أي جهة لكن هذا شيء أنا أحبه وبدأت فيه والحمد لله يعني أثمر يعني قدرت أن أوصل لمرحلة اللي أنا كنت أحلم فيها قبل وإن شاء الله المستقبل بعد بيكون فيه أكثر وأفضل إن شاء الله مواصفات السيارات التي حرص على تعديلها لم تكن مواصفات بسيطة وسهلة لأن هذه الهواية تتطلب دقة وحرصا من الهاوي للحفاظ على القيمة الجمالية للسيارات الكلاسيكية طبعا هذه السيارة لاندروفر هي البداية أول مشروع تجديد وكانت هي طبعا موديل 78 ما كانت من السيارات الموجودة في الخليج سابقا وعندك هذه السيارة موديل طبعا 49 جي ام سي فيوم بدناها بعد كان فيه مشقة في تجديدها وبحكم عمرها لكن الحمد لله قدرنا أن نفكها من الصفر بشكل كامل ونورد لها قطع غيار طبعا من أمريكا وغيرها وكعادة أبناء وشباب البحرين بالاهتمام بالرياضات كان للبحرين نصيب من الذهب وهو ما برز خلال المشاركة في مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية الوقت اللي جهزوا في السيارات ما كان فيه مسابقة محلية قائمة فاشتركت في شهر فبراير 2020 في مسابقة الدرعية الثقافية بالمملكة العربية السعودية والحمد لله حققت المركز الأول والثاني في السيارتين طبعا المسابقة كانت ضخمة ومسابقة متميزة يعني ولما أنت حصد الذهب من أول مسابقة تشترك فيها هذا شيء مهب سهل إن للشغف والهواية عند نائف فيها نصيحة للمهتمين وذلك بما أنه حصد الذهب لمملكة البحرين ويتمنى من كل المهتمين بهذا النوع من الهوايات والرياضات برفع اسم البحرين عاليا في كل محفل دراسة المشروع قبل البداية هي من أهم الجوانب لأن هناك ناس تخسر في نص المشروع يكون مستوى التكلفة أعلى من المردود فيوقف يخسر المشروع ويخسر الوقت في نفسه فالواحد يدرس مشروع قبل لا يدش في الهواية واكتمل جمال السيارات الكلاسيكية من خلال تواجرها في ضحية عربات الطعام التي تشرف عليها هيئة البحرين للسياحة والمعارض والتي أتاحت لنا فرصة الإطلاع على السيارات والاستمتاع بالأطعمة والمشاريع الشبابية